أنضم إلينا مانا واشنطن عبر خيمة سكايب سعدة السفير مسعود معلوفة دبلوماسيا الشادق والباحث في الشؤون الأمريكية سعد سفير كل سنة وحضرتك طيب في البداية يعني خطاب لمن يتابع خطاب جو بايدن أصبح أكثر إيجابية ربما قبل الزيارة المرتقبة للمنطقة بأيام من أي بوابة سعد سفير مسعود؟ هل من بوابة تضارك بعض الأخطاء في الخطابات الفائتة؟ أم بوابة البحث عن الاستفادة؟ أم هي بوابة دبلوماسية فقط؟ لو سمحت لي أستاذ محمد في البداية أن أوجه لك ولمشاهدي الغد العربي الكرام أطيب التهاني بمناسبة عيد الأطحى المبارك زيارة بايدن لنعود إلى سؤالك زيارة بايدن تأتي على خلفيتين هامتين جداً وهما مرتبطتان الواحدة بالأخرى الأولى هي أوكرانيا ما يجري في أوكرانيا والثانية هي الانتخابات النصفية التشريعية التي ستجري في الولايات المتحدة في الثامن من شهر نوفمبر القادم بالنسبة إلى حرب أوكرانيا لقد خفى كثيراً كثيراً تضخط البترول والغاز الروسي إلى أوروبا وهذا ما أدى إلى ارتفاع نسبة أسعار الطاقة 700% وهذا أمر خطير جداً بالنسبة إلى الأوروبيين وفي الولايات المتحدة أيضاً أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة وفي أمور أخرى مرتبطة بالطاقة وهذا سيؤثر كثيراً على الانتخابات القادمة في شهر نوفمبر لأن الاقتصاد في الأساس هو المحور الأساسي الذي عليه بناء عليه يصوت الأمريكيون أكثر بكثير مما يجري في الخارج والأسعار والاقتصاد في الولايات المتحدة مرتبطان بما يجري في أوكرانيا يعني أن هذه هي خلفية زيارة بايدن ونستطيع أن نقول هنا جواباً على سؤالك بصورة مباشرة أنه يبدو أن سياسة الواقع قد سيطرت على سياسة القيم التي كان ينادي بها بايدن في حملته الانتخابية وقد سعى إلى تبرير ذلك في مقال كتبه ونشر اليوم في صحيفة الواشنطن بوث وكأن في ذلك تبرير لما يقوم به بعد أن كان في حملته الانتخابية وحتى بعد تسلمه الرئاسة يقول أنه سيجعل من المملكة السعودية دولة منبوذة وسيقاطع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مقاطعة تامة وهو نحن الآن نراه يسافر إلى هناك فكان عليه أن يبرر ذلك خاصة في ظل بعض المعارضة غير القليلة من داخل حزبه بالذات هذا على ما أعتقد خلفية يعني الجولة الخارجية من أجل بعض الدعاية الداخلية كذلك حلحلة المشهد المتعلق بالطاقة وكذلك أزمات الغذاء ربما في العالم ومطبعا الحرب الروسية الأوكرانية